الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين نعيش في أيام مباركات أيام لها روائح ونسمات نعيش مع الحجيج نعيش مع أناس تجردوا عن الدنيا وتركوها خلفهم وأقبلوا على خالقهم تركوا المخط من الثياب وعاشوا معيشة الأموات فاغتسلوا كما في بداية رحلة الآخرة لمن فارق الدنيا يغسل ومغتسلوا وتطيبوا كما يطيب الميت ولبث الإحرام كما يلبث هذا الميت الكفن لكن الفارق ما بينهما أن هذا قامت قيامته وهذا يستطيع أن يتقرب من ربه وأن يتوب إليه في كل وقت وفي كل حال الحجاج والعمار هم وفد الله إذا كان في الدنيا وفود وبعثات تمثل الدول والشعوب والأمم فلتلك الوفود الإكرام والإجلال والتبجيل فما بالنا بوفد رب العالمين قال صلى الله عليه وسلم الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه أجابوا دعوة الله وبالتالي الجزاء من جنس العمل وسأله فأعطاهم كما دعاهم فأجابوه حينما يسأله يعطيهم وجعلهم وفده وسماهم أو ونسبهم إلى نفسه وفد الله وبالتالي هم في ضمان الله وفي أمان الله وما يحدث لهم من شيء إلا وفيه الخير في العاقبة وفي النهاية قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة في ضمان الله في أمان الله وفي كرم الله وفي ضيافة الله رجل خرج من بيته إلى بيت من بيوت الله إلى المسجد ورجل خرج غازيا ورجل خرج حاجا وما دام في أمان الله وفي ضمان الله فلا يحزن مهما حدث لذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجل خرج حاجا مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته دبته أو وقصته دبته الواقص اللي هو كسر العنق كسرت رقابته فمات الرجل فقال صلى الله عليه وسلم اغسله بماء وسدر وكفنه في ثوبي ملابس الإحرام ولا تخمره ولا تغطه رأسه الرأسكم مكشوف له يسدن النبي لماذا يا رسول الله قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا الناس يبعثون وهم يتخيلون ما يحدث لهم وهذا يبعث وهو يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك يبعث ملبيا وكيف لا وهم أهل الأقلاق الحج من حج فلم يرفض ولم يفسق رجع أي من ذنوبه كيوم ولدته أمه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الأيام كان في حجة الوداع نادى على سيدنا بلال يا بلال أنصت لي الناس هناك شأن عظيم هناك خبر عاجل من رب العالمين أنصت لي الناس فأنصت الناس فقال صلى الله عليه وسلم يا معشر الناس إن جبريل أتاني فأقرأني السلام من ربي وأخبرني أن الله جل وعلا غفر لأهل عرفات وضمين عنهم التبعات انتهت المسألة بيضة الصحائف غفر لهم كل شيء قال سيدنا عمر يا رسول الله أهذا لنا خاصة نحن أصحابك ونحن معك قال صلى الله عليه وسلم هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة قال سيدنا عمر رضي الله عنه كثر خير الله وطاب فالحجاج والعمار هم الذين كتب الله لهم الفوز في الدنيا والآخرة قال صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقرة هذا شأن الدنيا والذنوب وهذا شأن الآخرة كما ينفي الكيرو خبت الحديد والذهب والفضة أسأل الله العظيم أن يجعلنا من عباده الحجاج والمعتمرين وأن يتقبل هذا منا إنه هو السميع العليم وأصلي لهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين